فتحت السلطات الإسرائيلية اثنتين من بوابات المسجد الأقصى بعد أن غلقتهما أمام المصلين منذ الجمعات الفائت فيما لا يزال الحصار المفروض على محيط المسجد متواصلا محيط الحرم القدسي شهدت تجديدا أمنيا غير مسبوق بتركيب أبواب إلكترونية كاشفة للمعادن إضافة إلى تثبيت كاميرات مراقبة في كل زوايا المكان فتح بوابتين من تسع بوابات للحرم القدسي الشريف وصفته إسرائيل بأنه إعادة فتح تدريجي لكنها خطوة نفارت غضبا بين المصلين ونددت بها الهيئات الدينية والزعماء السياسيون الفلسطينيون أما مسؤول الوقف الإسلامي في الحرم القدسي فقد حثوا المصلين على عدم المرور عبر أجهزة رصد المعادن ووصفوها بأنها انتهاك للوضع القائم مع إسرائيل وقاموا صلاة الظهر بجوار الأجهزة أمام باب الأصباط في الوقت الذي تشدد فيه قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية إحكام قبضتها على أبواب المجد الأقصى ومحيطه شددت الحصار على بلدة القدس القديمة ومنعت دخول المواطنين الفلسطينيين الذين لا يملكون عنوان سكن فيها ويأتي ذلك بعد أن نظمت عشائر وعائلات القدس مسيرة غضب باتجاه المجد الأقصى